إن شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي تدريبات عامة على الدرسين الخامس والسادس من يونت فور لوحد الرابعة من كتاب المعاصر عندي هنا صفحة 226 بيقول لي listen استمع and choose وأخضر the correct answer أخضر الإجابة الصحيحة بيجيب لي فقرة باستمع إليها جيدا ومن خلال المعلومات اللي وردت عندي في الفقرة ببدأ إن أنا أجاوب على الأربع أسئلة اختيارات listen to me يسمعوني كده الفقرة بتقول هنا مسلة الملكة بيكون حجر كبير وعليه تصميمات جميلة ممكن تشوف المسلة دي ممكن تشوفه جانب نهر في لندن ده بيكون ايه متاح جدا عندي أول سؤال معايا هنا بيقول لي what's kilobatras needon إيه هي المسلة بتاعة الملكة kilobatras دي بتكون عبارة عن إيه small stone عبارة عن حجر صغير في الحجم ولا large stone ولا حجر كبير في الحجم ولا large statue ولا تمثال كبير ولا small statue ولا تمثال ايه تمثال صغير طبعا عبارة عن تمثال أو أسفى عبارة عن حجر ايه حجر كبير يبقى large stone يعني حجر ايه حجر كبير رقم اتنين what can you see on kilobatras needon تقدر تشوف ايه على مسلة الملكة kilobatras diagrams ممكن انت تشوف رسوم توضيحية او رسوم بيانية ولا شابس ممكن تشوف السفن ولا designs ممكن تشوف عليها تصميمات ولا views تشوف عليها مناظر ممكن تشوف عليها تصميمات بيورفل ايه جميلة هي بقى designs رقم ثلاثة where is kilobatras needon المسالة دي بتكون موجودة فين اين توجد in england في انجلترا in france في فرنسا ان يجبت في دولة مصر in germany في دولة المانيا طبعا موجودة فين in england فين في انجلترا رقم اربع where is the river thames نهر thames ده بيكون موجود فين in london في لندن in paris في بارس او في باريس والان كيلو في القاهرة في مصر والان اثينز اللي هي اثينة طبعا بيكون موجود فين in london في لندن يجي بعد كده الجزء الخاص بالمحادسة والحوار complete اكمل اذا فالون دالو الحوار التالي اول سطر بيعرفنا الحوار بيدول ما بين مين ومن وايه موضوع الحوار بيقول لي ايمن اس تيلينج بليغ ايمن تيلينج يعني يخبر ايمن يخبر بليغ about كيلو باترز نيدلز بيخبره عن مسلة الملكة ايه كيلو باترز هنا ايمن بيقول له i saw a picture of كيلو باترز نيدل انا شفت صورة للمسلة بتاعت الملكة كيلو باترز بلغ هنا بيقول له really يعني حقا فبيسأله سؤال هنا ايمن قال له it's next to the river thames in london ده مكانها جنب كده او بجوار النهر تنمز في في لندن تمام يبقى طبعا بيسأله عن مكانها يبقى يعني اين يعني تكون بعد كده بيسأله عن ايه مسلة الملكة كيلو باترز نيدلز كيلو باترز نيدلز اينها مسلة الملكة ايه كيلو باترز هنا ايمن قال له بيجور نهر تيمس في لندن بلغ بيسأله سؤال ايمن قال له هنا it's about three thousand point five hundred years old عمرها حوالي تلات تلات وخمسة سنة بيبقى كده بيسأل عن العمر يبقى عمرها قد ايه يبقى how old is it امام هنا ايمن بيقول له هنا it's about حوالي three thousand point five hundred years old بيقول له هنا اوصم يعني رائع نياه بقالها فترات طويلة وعيش الفترات طويلة how did it get to london طب بقى ازاي ان هي وصلت لايه للندن وصلت وراحت لندن ازاي ايمن قال له حاجة فباليغ هنا اتعجب كده وبيقول له what's the special shop طب ايه هي السفينة الخاصة يبقى راحت هناك ايه بواسطة السفينة يبقى buy ship بواسطة الايه السفينة buy ship راحت ايه عن طريق السفينة او بواسطة السفينة فبيقول له هنا حاجة وقال له what's the special ship يعني ايه السفينة خاصة يبقى هنا هيقول special ship special ship وبعد كده بيقول له يعني ايه السفينة خاصة قال له it's very big ship ده السفينة كبيرة جدا i think يعني اعتقد we should يجب ان احنا نكون proud of you should be لازم ان احنا نكون ايه proud of يعني نكون فخورين be our history be التاريخ بتاعنا لازم نكون فخورين بيه التاريخ بتاعنا بلغ هنا رده وقال له حاجة طبعا ايقول له اتفك معك ايبقى i agree with you i انا agree يعني اتفك with you يعني اتفك ايه اتفك معك تيجي بعد كالجزء الحاص بيه الاختيارات choose اذا كنت انصر اختر الاجابة الصحيحة رقم واحد هنا بيقول i heard a strange noise انا هيرد يعني انا سمعت a strange noise يعني ضوضاء كده او ازعاج ايه strange يعني غريب تمام i was walking through the park وانا كنت ماشي كده عبره او خلال الايه الحديقة تمام انا عندي هنا i ومعها was والverb i نجيب اكده ده زمن ماضي مستمر اللي بيجي لبعدها زمن ماضي مستمر so لذلك بيجي لبعدها نفيج a while يعني اثناء ما نكون انت ماشي في الايه في الحديقة during برضو بمعنى اثناء لكن لابد ان يتبعها اسم لكن دي جملة كاملة throw يعني عبره او خلاله تمام يبقى عندي هنا i heard a strange noise انا سمعت كده ضوضاء غريبة while i was walking through the park اثناء او خلال ما نكونت ماشي في الحديقة اللي بيجي لبعدها ماضي مستمر وقعب لها هنا ادي الماضي البسيط ايه والتصريف التاني او الفعل والتصريف التاني هي كلمة while بمعنى بينما او اثناء رقم اثنين most of people معظم الناس معظم الناس معظم الناس ايه لما الزلزال بدأ تمام يبقى عندي هنا قاعدة when بمعنى عندما جال بعدها ادي الفاعل واضح التصريف التاني يبقى ده زمن الماضي البسيط يبقى جال بعدها ماضي بسيط بيجي لقبلها ماضي مستمر most of the people معظم الناس كده الفاعل بتاع جامع بياخد معه where والفرب ing sleep كده المصدر we're sleeping كانوا نايمين sleep في الماضي sleep في الفاعل وبه الاس يبقى most of the people we're sleeping most of the people معظم الناس we're sleeping كانوا نايمين لما الزلزال ايه بدأ يبقى قبلها ماضي مستمر الفاعل جامع هياخد where will verb ing رقم ثلاثة according to يعني طبقا لي ذا نوقات طبقا لي ايه you should turn right to get the museum يجب عليك ان انت turn right يعني يتجه يمينا لازم كده تتجه يمينا عشان توصل لايه للمتحف يبقى طبقا لايه ايه اللي عرفني للمفروض ان هو يتجه يمينا عشان يوصل للمتحف ماب دا الخريطة طبقا للخريطة ولا دياجرام اللي هو الرسم البياني او الرسم الايه او التوضيحي ولا استرم للعاصفة ولا report ليه التقرير طبعا طبقا ليه طبقا ليه ماب الخريطة بعد كده السؤال رقم اربعة بيقول i see what you يعني عايز يقوله انا افهم اللي انت تقصده او فهمت اللي انت تعني او تقصده it's important to do the project انه هام ان انت تقوم بعمل ايه تقوم بعمل مشروع او انت تعمل مشروع i see what you eat افهم اللي انت بتاكله ولا give يعني يعطي ولا pay يعني يدفع مالا ولا من يعني يقصد او يعني يبقى i see what you mean انا افهم ما تقصده رقم خمسة tourism اللي هي نشاط السياحة money to our country بيعمل ايه للنقود ليه بلدنا او لدولتنا brings يعني يجلب النقود ليه دولتنا بيزود الدخل والtravels بيسافر ولا pays بيدفع مالا مقابل ولا workers يعني يعمل طبعا tourism السياحة brings money to give the code to our country دولتنا والسؤال رقم ستة بيقول هنا you should يجب عليك نقط the names of places اسماء الاماكن on the map على ايه على الخريطة المفروض تعمل ايه في اسماء الاماكن على الخريطة عندي هنا one يعني يفوز level يعني يلسق تلزق كده اسماء الاماكن على الخريطة الناس يبقى فاهمة rain يمطر من يقصد او يعني يبقى you should يجب عليك level the names of places تلزق كده اسماء الاماكن on the map على الخريطة رقم سبع بيقول هنا ايه smoking can التدخين ممكن نقط your health يعمل ايه في صحتك plan يعني يخطط او خطة damage يدمر او يتلف ويعني يزن bring يعني يجلب او يحضر يبقى عندي هنا smoking التدخين can damage ممكن يدمر your health صحتك رقم تمانية in the museum في المتحف you know attach the objects يجب ان انت تلمس ايه touch يعني يلمس objects اللي هي الاشياء تمام مست يجب ان انت تلمس الاشياء كان يستطيع مصل لا يجب don't يبقى عندي هنا في المتحف المفروض محدش يلمس اي حاجة من القطع الاسرية هناك يبقى you muscle يجب الا touch the objects يجب الا تلمس الاشياء او القطع الايه الاسرية الموجودة بالمتحف رقم تسعة هبا ان ميار هبا وميار are having a class not today عندهم ايه في الفصل اليوم heading يعني عنوان sub heading اللي هو العنوان الفرعي debate عندهم منقشة كده في الفصل ومنظرة ولا ستول ما عندهم عاصفة طبعا عندهم منقشة في الفصل يبقى debate اكلاس debate منقشة في الفصل رقم 10 بيقولي هنا ذات project هذا المشروع سوف نقاط work to a lot of people للناس كتيرة in our city في المدينة بتاعتني المشروع ده هيعمل ايه عايزين هنقولي يوفر فرص عمل كتيرة take work give work have work make work طبعا اسمها ايه give work بيوفر ايه بيوفر فرص ايه فرص عمل لكتير من الناس في مدينتنا بيوفر الخاص بتصحيح الخطأ بيقولي هنا السؤال رقم واحد as يعني بينما او اسنا mr علي was walking كان ماشي كده مصر علي المدرسة يبقى كده ده زمن ماضي ايه مستمر واس مع الفعل مفرد والverbal ing he see an old friend شاف صديق ايه شاف صديق قديم تمام يبقى عندي هنا بينما يجالي بعضها ماضي مستمر والجملة التانية عايزينها ماضي بسيط يبقى الفعل والتصريف التاني التصريف التاني من c يعني رأى رقم اتنين يوم مصد يجب عليك يعني فقير جات قبلها جابت منها الجامع يجب ان احنا نساعد الفقراء بعد مصد لابد ان يأتي الفعل في المصدر هنشلتو هتبقى فقط يعني نساعد رقم ثلاث طويل يعني بينما او اسنا زشب السفينة بتسفر لندن يعني غريت تقريبا كده في ايه في العاصفة تمام يبقى وايل بيجي لي بعدها ماضي مستمر زشب السفينة مفرد بتاخد معها واس والفرب اين جي يبقى واس ترافلينج كانت بتسافر كانت مسافرة واس ترافلينج بعد جدا رقم اربعة يجب ان لا تحمي كل اجزاء البيئة المفروض ان احنا ما نحميش جميعا حقا وكل اجزاء البيئة لا طبعا يبقى بدن مصد هتبقى ايه هتبقى مصد ومعنى يجب